ملف نقاشنا الرئيسي لظاهر الإخبارية الذي يتمحور حول كلمة رئيس الجمهورية عبد المجرد تبون في لقائه للحكومة والولاة الذي أكد من خلاله على عديد النقاط سنحاول أن نناقش أبرز النقاط بلقائه الرئيس تبون أكد أنه سيرفع الأجور وسيراجع منحة التقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن القانونيون من أجهتهم ثمنوا الرسائل للرئيس عبد المجيد تبون التي كانت بالنسبة لهم كحافز للمسؤولين المحليين للتخلص من عقدة الخوف الرئيس تبون قال وأكد أنه يهدف لبلوغ سبع ملايير دولار صادرات خارج المحروقات رئيس الجمهورية أيد دعمه الكامل لولاة الجمهورية في أخذ القرار لرفعي الغبن عن المواطنين واصفا حكام الولايات الجزائرية بالركيز الأساسي للدولة لتحقيق التنمية المطلوبة بالبلاد مضيفا بأن التحريات التي سيتم فتحها مستقبلا في حق مسؤول محلي إثر أي شكوك بشبهات فساد لن تكون من قبل الأمن المحلي بل ستكون على مستوى العاصمة من خلال مؤسسات متخصصة في الرقابة وتحت أماتها شخصية الخبراء في القانون كذلك ثمنوا الخطاب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معتبرين أنه خطوة جديدة نحو رفع التجريم عن التسليل الإداري ما سيمنح الولاة دفعا لتحريك الشريعة التنموية والاستثمارية المعطلة بسبب الخوف من المتابعات القضائية أبحث في الموضوع مع ضيفة الكريمة فريدة عبد بن عيشة الحقوقية وEssad القانون معي بل السوديو رحب بك يا أستاذة أهلا وسهلا بك أستاذات كل المشاهدة ورحب ضيفي الكريمة كذلك حمزة بغادي الخبير الاقتصادي معي هنا بل السوديو المركزي ورحب بك معنا أستاذ حمزة مرحبا شكرا على الإستاذ مرحبا بك ورحب ضيفي الكريم كذلك عبر الهاتف مباشرة سيد علال بوثرجة نائب بالمجلس الشعبية الوطني أهلا بك معنا سيد علال بوثرجة مساء الخير شكرا على الاستاذ مرحبا بك ابقى معي فقط عبر الهاتف سأبدأ في نقاش بالشقق القانوني لكلمة رئيس الجمهورية عبد المجد تبون الرئيس أستاذ فريدة عبري بن عيشة كان قد أشار لعديد من النقاط المهمة نبدأ بأبرز النقاط التي ثمنها المتابعين للشقق القانوني عن كثب والقانونيون كذلك الذين أكدوا أن خطاب الرئيس عبد المجد تبون بمثابة خطوة لرفع التجريم عن التسير الإداري ما سيمنح الولاد كذلك دفعا ونفسا جديدا للمضاي قدما في المشاريع الاستثمارية والتنموية في كل مناطق البلاد نعم أستاذتي الكريمة بداية ربما أتفق والرأي العام المحلي والدولي الذي وصف كلمة السيدة الرئيس الجمهورية غدا تلقائه بأستاذ أعضاء الحكومة والبلاد بأنها القوية على الإطلاق منذ توليها مقاليد الحكم في الجزائر ذلك لأن الكلمة تضمنت مجموعة من النقاط ربما كان أبرزها على الإطلاق رفع التجريم عن الأخطاء البسيطة التي يرتكبها ربما المسؤولون في الجزائر والتي عطلت سير العديد من المشاريع هنا في الداخل الجزائري على العمام سيدتي الكريمة منذ سنتين ويزيد والدولة الجزائرية ماضية في سياسة مكافحة الفساد عبر خط استراتيجية وطنية من خلال بناء صروح مؤسسية لمكافحة هذه الظاهرة ومن جهة أخرى من خلال بناء ترسانة قانونية قوية وصفت من قبل المتتبعين لأشأن القانوني الجزائري إنما تنبي على أن سياسة الدولة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد هي سياسة حكيمة رشيدة تستند إلى معطيات ربما عدة كان أهمها على الإطلاق تلك الجزائية المتعلقة بالخوف الذي كان ينتاب ربما بعض المسؤولين الجزائريين من مربة اتخاذ قرار ربما بدواعي التخوف من المسائلات الجزائية السيد رئيس الجمهورية ممثلا للدولة الجزائرية حينما يتخذ هكذا قرار يصفه الحقوقيون بأنه قوي وله من الدلالة ما يكون لكم تتخيل سيدة الكريمة أن عديد المشاريع التنموية عطلت بسبب خوف الساداء الوليات وغيرهم من المسؤولين من المتابعات الجزائرية مشاريع ربما بقيمة الملايين يقول فيها الولي أو المسؤول أنا عمد حسنية في إحداث تنمية في مشروع ما ولكن اتخاذي للقرار ربما قد يكون غير حكيم بالنسبة إلى جهة معينة ربما قد يقود لهذا القرار إلى مغبة المحاكم والمسائلات الجزائية الرئيس الجمهورية حينما اتخذ هكذا قرار برفع التجريم عن بعض القرارات المتخذة من طرف المسؤولين والتي ارتكبت بحسب خطاب السيد رئيس الجمهورية بحسنية يكون ربما قد فتح الباب على مسرعه لأسادة المسؤولين لاتخاذ القرار ومن شأنها تدفع بعجلة سيدة الوطني من جهة أخرى وكانها فقط سيدة فريدة عبري بن عيشة أمر لسيد أحمزة بغادي حتى نكمل من حيث أنهت سيدة فريدة عبري بن عيشة نقطة أنه في عديد من المشاريع الاستثمارية المشاريع التنموية يعني معطلة بسبب خوف المسؤولين من المتبعات القضائية يعني تشارك وتشاطرها الرأي أكيد أنه بسم الله الرحمن الرحيم أكيد أنه يعني الضرف يعني بالعودة إلى الضرف الخاص اللي مرت به الجزائر تقريبا منذ الفين وعشرين أو منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية كان فيه ضرف خاص لأنه تقريبا الممارسات السابقة أو الفترة يعني تقريبا سبع سنوات كانت يعني كانت وين كانت الممارسات يعني كارثية بالنسبة للقصاد الوطني أو حتى يعني طرق يعني منح الامتيازات أو منح الأراضي أو منح القروض يعني تقريبا كانت كان الإطار غير رسمي أو الإطار خارج الأطر القانونية والرسمية للدولة لذلك يعني اليد ضرب بيد من حديد يعني في الأشهر الأولى من توليه الحكم كان يعني سبب هذا النوع من الخوف لدى المسؤولين حتى يعني أصبحت تقريبا إجراءات جد بسيطة لا تتخذ هذا من شأنه خلى أو جعل من مناخ الاستثمار أو الاستثمار ككل يعني أخذ وطيرة بطوئية جد يعني جد يعني خطيرة لذلك يعني الآن العودة إلى النرمال أو يعني العودة إلى القيمة الحقيقية للتسيير وذلك يعني بالتغاضي أو بتقدير الأخطاء الإدارية كأخطاء إدارية لأنه الذي يعمل يخطئ ويصيب يعني في بعض من الأحيان ويخطئ في بعض من الأحيان أيضا لذلك يعني التعامل يعني الحادر مع هذا المنظومة القانونية التي تؤثر العملية التسييرية كان من الواجب أنه نعاود نرجع هذا التقع وهذا الإطمئنان للمسؤول تقريبا وشفنا في الخطاب البارحة أو في اللقاء البارحة كان كثير من الطمأنينة أو بعث التقع في صفوف المسؤولين أو المسيرين الكبار خصوصا يعني الولاة يعني تقريبا الولاة اللي هم يعني رؤساء جمهورية في ولايتهم يعني تقريبا سنبحر في كل النقاط التي كان رئيس الجمهورية عبد المجد بنشدد عليها وسأعود معك سيدة فريدة عبد بن عيشة لي نتمحور في نقاشنا عن رفع التجريم عن التسيير بالنسبة لي الولاة الآن أمر لسيدة أعلال بوثلجة معي عبر الهاتف أرحب بك من جديدة أستاذة أعلال بوثلجة النائب المجلس الشعبية الوطني سأستشرك في نقطة وتقييمك الشامل أو رأيك في قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تتجسد في رفع أجور العمال وتحسين منحة البطالة وإعادة النظر في منحة التقاعد في إطار سياسة تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الغبن عليها خاصة وإن الكثير من المواد الأساسية عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسواق خلال السنتين الأخيرتين مساء الخير مساء الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شاف المرسلين أتدخل معكم مباشرة من قصر الأمم بنادي السنوبر أشارك بصفتي نائما لرئيس المجلس الشعب الوطني في أشغال لقاء الحكومة مع الولاد نقول بأن السيد الرئيس من خلال خطابه المطول أمس كان عرّج على العديد من القضايا قضايا تهم الشأن العام الداخلي والخارجي وكان ركز على جانبين مهمين في الجانب الداخلي هما الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي ركز على الجانب الاقتصادي من خلال حفظ السيدات والسيدات الولادة على الدفع أكثر بالمشاريع الاستثمارية والشجاعة في اتخاذ القرارات والتسريع منها ورفع البيروقراطية والموضي إلى الأمام من خلال صلاحيات أوسع للسادة الولادة هذا من جهة الجوانب الاجتماعية كان عرّج السيد الرئيس على كل ما تم إنجازه فيما يخص الجوانب الاجتماعية لسيبع المراجعة عن الرسم المتعلقة بالأجور الرفع من الأجر القاعدة المضمون الرفع من عملية رفع الأجور في المدة الأخيرة كذلك من حتى البطلة كلها إجراءات عددها السيد الرئيس كإنجازات في العامين ونصف الماضيين زيادة على ذلك حث الحكومة وأمرها أنها تحذر العمل التقني اللازم من أجل رفع الأجور مرة أخرى والرفع من منحة البطلة وحتى المتقاعدين أنا أقول هنها كلها إجراءات يعني نقدر نفسها بالشجاعة لأنه لازم من ننسوش بأنه كل الإجراءات هذه جات في ظروف استثنائية أزمة اقتصادية عالمية أزمة صحية عالمية أزمة في أسعار المواد البترولية وكذلك أزمة يعني كانت سياسية وبعدها تم تجديد مؤسسات الدولة حتى اليوم رانا كل المؤسسات يعني راهي تقوم بالعمل تاحا أنا أقول بأنه هذه الإجراءات رح تعزز القدرة الشرائية الجزائريين ونحن كنواب الشعب نثم من ذلك رح ترفع جانب كبير من لغبنا على الجزائريين رح تواجه التدهور على القدرة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك الرفع من قيمة الدينار والتعافي من قيمة الدينار اللي كذلك هو من شأنه أن يساهم في الرفع من المستوى القدرة الشرائية عن الجزائريين هي كلها إجراءات اجتماعية اقتصادية رح تعود بالفائدة على الجزائريين وحتى من جانب التكفل بمناطق الظل السيد الرئيس أمر بسيطة نهائية عن كلام على مناطق الظل بانطلاق سنة 2023 بداية من جوفي 2023 هذا ما أمره الرئيس كذلك نعود في نقطة مهمة أشار إليها رئيس عبد المجيد تابون لإعادة بلورة الدور الرئيسي للولاة بالجزائر في تنظيم هذا اللقاء الرئيس عبد المجيد تابون قال أنه الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اللقاء هو استرجاع الدور الحقيقي للوالي في تنمية منطقته المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني بمختلف شعب هل تشوف سيد أبو سرجة أنه بداية إعطاء الدور أو استرجاع الدور الحقيقي للوالي كانت برفع التجريم عن التسيير عن طريق منع الرسائل المجهولة أولا في إطار تحريك المشاريع التنموية الاستثمارية في كل ولاية شو فيه سيد الرئيس الفرصة اللي عندهم اليوم الجماعة الإقليمية بما فيها الولاية هو أنه قالنا أنت على الميدان هو جام الجماعة الإقليمية اليوم هذه فرصة كبيرة لأنه يعرف ظروف العمل متع الولايات ويعرف الصعوبات انتوحهم ويعرف الأهمية أن تحن في المنظومة متع الحكم متع الجزيرة أن السادة الولايات هم حجر الزاوية في كل عملية التنموية المحلية وحتى في العملية الاقتصادية ككل أنا أقول بأنه اليوم تحدي تحدي كبير جدا أنا كنت نسمع في الحوار تاكم مقبل أنا أقول أنه الإجراءات اللي إخضاها سيد الرئيس بالنسبة لعدم العمل بالرسائل المجهولة كان قرار يعني أنا أقول تاريخي لأنه منذ الاستقلال وخصوصا في الفترة الأخيرة الكثير من الإطارات يعني عانوا من المشكلة لتعلى الرسائل المجهولة واللي أصبحت في وقت ما أصبحت يعني عوامل يعني أو أهدف ذات أهدف ابتزازية ذات أهدف الضغط على المسؤولين المحلبيين ومسؤولين على كل المستويات اليوم نحن في انتظار دفع بمشروع قانون تجريم رفع التجريم عن فعل التسيير لهو رح يكون كذلك قانون مهم جدا ورح يخلي الأعوام العمومية رح يخلي يعني إطارات الدولة رح يخلي السادة الولادة يعملوا في ظروف أكتر رياحية في ظروف فيها الثقة فيها الساكينة فيها تحرير روح المبادرة كلها رح تساهم في 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 تحضير الجو الملائم لسيدات وسادة الولادة من أجل قيام بالدورة تحمل لأنه في منظومة الحكم في الجزائر سيدات وسادة الولادة عندهم دور كبير في في دفع العجلة الاقتصادية الآن مع قانون الاستثمار مع صدور النصوص التطبيقية محليين السادة الولادة رح يكونوا أمام مسؤولية كبيرة من أجل مرافقة لاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل تحسين الجاذبية الإقليم من أجل مرافقة في عملية تجسيد المناطق النشاطات والمناطق الصناعية من أجل التهيئة انتحة كلها هي يعني محاور وكلها هي تحديات على سيدة وسادة الولادة اليوم رفعها كي أكيد أنه سادة الولادة ما رحش يكونوا وحدا كل مؤسسة الدولة رح تكون معاهم وخصوصا دور كابير اللي يلعبوه المنتخابين المحليين وجودين في المجال الشعبية الولائية والبلدية اللي هما كذلك عندهم دور محوري وأكيد أن السادة الولادة بعد النقاء هذا رح يتلاقاهم المنتخابين المحليين ورح يوصلوا لهم رسالة على سيد رئيس الجمهورية ورح كذلك يعني ينسقوا معهم حتى تجسد الأهدف المرجوة طيب الآن التنموية المعطلة يتطلب حماية المسؤولين من المتابعات القضائية المبنية على الرسائل المجهولة ومنحهم سلطة اتخاذ القرار نريد معرفة رأيك في رفع التجريم عن التسير الذي حسب القانونيين كان بمثابة بصيص الأمل للمسؤولين بعد سلسلة المتابعات القضائية والجزائية خلال سنوات الفارضة أكيد احنا كانوا بالشعب واليوم عندنا سلطة التشريح احنا نرحب بمشروع قانون يرفع التجريم عن فعل التسير لأنه كل المسيرين قلتها منذ قليل في الجزائر عانى والأمرين لسنوات طويلة من موضوع الرسائل المجهولة اللي يعني يفصل فيها سيد الرئيس وكذلك المتابعات هذه والخلق ما بين ما هو أخطاء في التسير لأن المسيرين في الجزائر عليهم الضغط والعمل يعني كبير والتحديات كبيرة والأخطاء تكون تكون يعني مهما كان مستوى المسير أو مستوى الفيطن انتعو بالمقابل هذا قانون رفع التجريم عن فعل التسير رح يخلينا يعني نفرقوا ما بين النوايا الدانية أو النوايا الإجرامية كما كان يقول رئيس ما رح فصل فيها قال إلا كان المسؤول ما استفادش هو شخصيا ما استفادش المحيط انتاعو ما استفادش يعني العائلة انتاعو إلا هو ما عاش عليه النفع ما كاش ضارق على مؤسسة الدولة لماذا المتابعة هاي بينا هنا بل كين خطأ إداري في التسير ولكن ما ما عندهاش أنه لما نرفع التجريم عن فعل التسير لأنه الناس يبقى ما يخرجون مخاوف قال يا رح نسيبوا البلعام لا احنا انه هو فعل إداري وفعل التسير وما هو نوايا يعني نقوله نوايا سيئة هذا سيخل المسؤولين في أكثر أرياحية وبالعكس رح تفضح الناس صورة أكثر ورح تصبح روح المبادرة مفتوحة ورح تصبح الناس تعمل في ظروف يعني تعراحة وظروف تعساكينة وظروف تعهدو وظروف تعثيقة متبادلة لأنه لحقنا وحد الوقت يعني قبل اليوم قبل السنوات أنه أصبحت مكاش ثقة حتى بين مؤسسات الدولة كل واحد يرمي القرع الواقر يقول لها ما شانا لنمضي الأخر ليمضي ما يش مسؤوليات الناس كامل أصبحت متخوفة وشكول يعني يدفع الثمن في نهاية الموضوع يا إما المواطن بالإجراءات البيروقراطية اللي رح يواجهها يا إما الاقتصاد الوطني من خلال مشروع اللي فيها خمسين وخمسين ألف منصب شغل يعني يشوفوا وش رح يضيع الجزير بفعل هذه الممارسات اللي يعني لوقت طاويل تثبت في كثير من الضرر المعنوي والضرر الشخصي والضرر الجسادي والضرر حتى يعني من كل جواني بالنسبة المسؤولي نتحدث الآن كذلك نقطة مهمة جدا وهي الهدف الذي أشار إليه الرئيس عبد المجيد تابون وهي بلوغ السبع ملايير دولار صادرات خارج المحروقات في إطار سياسة تنويع اقتصاد البلاد تحدث كذلك الرئيس عبد المجيد تابون على ارتفاع ملحوظ للدنار الجزائري وانتعاشه في السوق تحدث عن زيادة قدرها اثنى عشر بالمئة أي واحد دولار أمريكي يسوي المئة واربعين دينار جزائري على عتبة المئة واثنى وخمسين دينار مضيفا بأن الحركية التي تعرفها السوق الجزائري والاقتصاد الجزائري خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات لعبت دورا كبيرا في تحسينه ما نرى في كائن الكثير من المؤشرة الإيجابية لقدر يتسمى الاقتصاد الجزائري في الشهور القليل الماضية خصوصا بعد يعني ما الجائحة انتع كورونا انتهارت وعدت الناس للحياة العادية ومع انتعاش أسعار النفط العالمي اللي كذلك تلعب دور مهم في توازن الخزينة العمومية وبداية يعني ظهور المؤشرات الإيجابية للتعافية على الاقتصاد الجزائري من خلال التحرير على المشاريع اللي كانت مجمدها من خلال الدخول كذلك في مشاريع كبرى لسيما يعني غارج بلاد اللي كذلك ممكن يكون يعني كذلك في المستقبل القطع على المناجيب يكون مهم في سنة 2021 بوضع يعني السقف متع خمسة مليار دولار اللي يعني وصلنا له بمجهود متع الجميع بمجهود متع كامل المؤسسة التعدولة زياد على ذلك هذا العام يعني السقف متع سبعة مليار دولار نقول بأنه سيد الرئيس متفائل لأنه عنده الأرقام متع السوداسي الأول اللي كانت أرقامه شجعة بالنسبة للتصدير وتكلم على قطاعات الحديد الصلب المطاط المواد الزراعية الفلاحية كذلك كثير من المواد اليوم اللي الجزائر عندها فيها أسواق خارجية وممكن أنها تتوجه للتصدير وممكن أنه التصدير هذا يرجع يعني بملايير دولارات على السقل الجزائري أنا أقول بأنه التحدي الكبير هو التنويع الاقتصاد الجزائري التنويع مصادر الخزينة العمومية ما نبقاوش حبيسي الجباية البترولية كما بقنا لسنوة طويلة منذ الاستقلال التحدي ما هوش سهل لازم التظافر على الجهود على الجميع لازم سياسة واستراتيجية واضحة في ميدان التصدير لازم القوانين والتشريعات لسيما بالنسبة لحركة رؤوس الأموال بالنسبة للضرائب بالنسبة للجمارك بالنسبة للنقل هي كلها يعني عوامل من شأنها نتساهم في عملية التصدير وعملية يعني زيادة قيمة صادرة خارج المحروقات أنا أقول بأنه المهمة الآن ما يشفقت مهمة رئيس الجمهورية ومؤسسة البرلمان أو وزارة التجارة أو وزارة أخرى المهمة هي مهمة الجميع واجب أنه نضعوا كامل هذو المصدرين في الظروف قانونية وشريعية جيدة واجب المرافقة انتعى البنوك لأن المنظومة المالية انتعنا كان دائماً محل الانتقاد كل هذه العوامل واجب أن تتوفر حتى نمشي يعني بالأهداف انتعنا رويداً رويداً للأمام أكيد أن الأمور بحش تتصحح في شهور قليلة وفي سنوات قليلة ولكن التحديات والإمكانية موجودة مثل ما قال السيدة الرئيس البارح بالنسبة للقطع الفلاحة قال ما هوش معقول كيفاش نحن ما نشقد حقه تسعى مليون طن من القمح في الوقت للجزائل لسنوات طويلة كانت يعني تتوكل النصم الأرض حتى قال أنه كان رأساته والأجنبية طرحوا للرئيس سؤال هذا كيفا ما قدرناش نرفع تحدي هذا على هديك اليوم يعني المهمة هي مهمة الجميع من أبسط فلاح من أبسط منتج من أبسط مستثمر إلى أعلى يعني سلطة في البلد لازم تضافر على الجميع والمنظومة التشريعية أنا أكد أنه على الحكومة الإسراع بالدفع بالقوانين خصوصاً قانون النقد والقرض لسهل حركة روح الأموال القوانين المتعلقات بالبلدية والولاية اللي هي كذلك راح تسمح المسؤولين المحليين أنهم يحسنوا الجذبية على الإقليم ويواكبوا موضوع الاستثمار القوانين المتعلقات بالجباية القوانين المتعلقات بالجمارك القوانين المتعلقات بالنقل كذلك مهم جداً أن وسائل النقل تتحسن للخطر الجوية الجزائرية من خلال اقتناء فائرات جديدة من خلال فتح خطوة جديدة كلها تحديات هذه مربوطة في هذه لأن الموضوع ما يتعلقش فقط بالسادة الولاة أو يتعلق فقط بقانون الاستثمار وفاقة والنصوص التطبيقية ما يتعلق بمنظومة كان لازم لها تحيين لازم لها تجديد لازم زخ ديماء جديدة من 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 عند الإطارات وكذلك من عند شريعات والقوانين حتى نصو الأهدف تواعنا جميل اشكرك جزيلا شكر استاذ علال بوطلج النائب بالمجلس الشعبية الوطنية شكرا لك جزيلا شكر كنت معي عبر الهاتف مباشرة اعود اليكم ضيفي الكريمين اعود معك سيدة فريدة عبري بن عيشة واعود لأفتح معك نقطة النقاش الرئيسية وهي التحريات حسب رئيس الجمهورية عبدالمجل تابون فالتحريات التي سيتم فتحها مستقبلا في حق أي مسؤول محلي إثر أي شكوك بشبهات الفساد لن تكون من قبل الأمن المحلي بل ستكون على مستوى العاصمة من خلال مؤسسات متخصصة في الرقابة إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا القرار أو أن يخدم هذا القرار أي مسؤول محلي نعم هو لو تشوفي سيدتي الكلمة ردود أفعال مسؤولين المحليين فور تلقيها ما خطاب رئيس الجمهورية بكثير الميناء السكينة والطمائنين خلينا نتأكد أنه ربما كل هذه القرارات ربما قد تصب في صالح المسؤول الجزائري هذا المسؤول للأسف اللي يعانى منذ سنوات من مغبة الرسائل المجهولة التي أودت بعديد الإطارات إلى المؤسسة العقبية منهم ربما من تخلى عن العمل الإداري بدعوى أنه أصبح عرضة للرسائل المجهولة السيد رئيس الجمهورية قال بلغة الواثق الرسائل المجهولة مكانها أكرمكم الله سلة المؤمنات الرسائل المجهولة لا يأتيها إلا ضعاف النفوس وقليلو المرؤة والشهامة هذه الجزئية تجاوزنها أصبحت نقطة حماية للمسؤول تأتي النقطة الأكثر أهمية بحسب خطاب رئيس الجمهورية المتمثلة في التحريات التي تباشرها العناصر الأمنية وربما الجهة القضائية المسؤولة وليس فقط لنقطة مهمة جدا سيدة فريدة عبد عبد العيشة أنه حتى ولو تم إلغاء ومنع الرسائل المجهولة في المقابل ضمنات وحماية لكل مبلغ عن فساد أليس كذلك؟ أكيد لأنه فيه فعلا هناك من يؤكد أنه الرسائل المجهولة كما سبق وآشرت أكرمكم الله ما كان سلة المهمنات لكن في المقابل فيه ضمنات في حماية حققية ميدانية لكل من يبلغ عن فساد أكيد هو لأنه يمعنا في فترة حساسة من تاريخ الدولة الجزائرية وبالتالي أي قرار لابد أن يصدر على الدولة الجزائرية لابد أن يتصد بالحكمة لما أنا نلغي الرسائل المجهولة يعني أنه عني فتحت مساحة أكثر للناس المبلغين لشي يبلغوا بهوياتهم الحقيقية يعني أنا ينفرد عبري شوف أنه في قضية فساد نروح نبلغ عليها ولكن أعطيوني الحماية مش أنا نبلغ وبعد نتعرض إلى ضغوطات من طرف الناس اللي بلغت عليهم قد تصربوا إلى التهديد المعنوي إلى تصفية جسدية إلى أمور الآمانة شفناها في سنوات المضت لكن اليوم الحماية القانونية أعطتها الدولة الجزائرية للمبلغ مثلها مثلا إخفاء الهوية عن الجمهور تكون معروفة فقط هويته على مستوى السلطات لتحقق حماية قانونية يعني مكفولة 100% للمبلغ مقارنة بالمقابل إلغاء ما يعرف بالرسائل المجهولة لكن ربما النقطة الأساسية في كل هذا سيدات الكريمة هو النقطة المتعلقة بالتحريات التي تباشرها العاصر الأمنية إذا أعى قضية فساد يعني لما يكون الشخص الفاسد هو الوالي في الحالة هذه الجهة القضائية ما تكونش هي الجهة القضائية اللي يمارس فيها الوالي صلاحيته وإنما تكون بالجهة على مستوى العاصمة وكأنه تحولت العاصمة إلى قطة جزائي متخصص في مكافحة كل قضايا الفساد الهدف أولا هو ضمانا للحياد لأنه مش ممكن أن الوالي يعاقب أو يتابع بنفس الجهة القضائية اللي أصدر فيها القرار لنبدو أنه قد يقرأ الأمر من زاوية أنه في تواطئ أو في نوع من عدم الحياد أو النظر إلى الوئي تبقى شخصية الوالي تطبع الحيز القضائي وبالتالي لابد من رفع الملف القضائي برمته إلى العاصمة للتحقيق فيه من طرف جهة حيادية هذا أولا يضمن ضمانات محاكمة عادلة بالنسبة للوالي أو للشخص المسؤول الذي نتكب الخطأ الذي وصف بأنه خطأ جزائي وأضع مقطع بالخطة العريض تحت خطأ جزائي لما نقول أنه خطأ جزائي لازم نفرق مبينو وبين سوء التسيير للسيد رئيس الجمهورية قال أنه بشغط أنه مشروحه يقول أنه هذا يعتبر خطأ في التسيير مشي يتخسر الدولة ملايير أو تخسر خزينة البلدية أو الولايات ملايير وبعد تتجي وتقول أنه ما هذا إلا سوء في التسيير ما عرفتش أنتخذ القرار أو المعطيات التي سلمت لي إنما هي معطيات خاطئة مشي دعت 6 أو 7 سنوات من انطلاق المشروع وبعدما صفيت مباري غماليات تجي تقول انتهي الوالي أو انتهي المسؤول أنه هذا تسوء في التسيير لا هنا موجد سوء تسيير هنا راه واضح أنه خطأ يعني حتى باش نوضع الضوء تحت كلمة سوء تسيير لابد من معايير أهمها أنه تكون هناك حسن نية في اتخاذ القرار حسن نية موجد أنه ارتفت خطأ وليم دلوا الله معنا بالي وأنا غلطت وكان بحسن نية لا لابد أن تكون هناك مظاهر خارجية قالها السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في أنه أنا كمسؤول مكانت هناك استفادة مباشرة لماليا لا أنا ولا عائلتي ولا أنه أعطيت المشروع لواحد من الأقارب أو ثبتت شبهة في طريقة ربط المشروع بالغير هنا ربما إذا انتفت كل هذه الأمور نقدر نقول أنه لا يوجد ربما خطأ يوصف بأنه جزائي وإنما سوء تسير أستاذ ويسان القرار بمثابة حافز للمسؤولين المحليين للتخلص من عقدة الخوف والمضيق ومن في تنفيذ البرامجة التنموية هنا أعود لك سيد حمزة بغادي في الشقة الاقتصادية لكلمة الرئيس عبد المجد تبون في إطار بلوغي الجزائر السبع ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات نتحدث عن آليات وجبة تصطيرها إجراءات وجبة العمل عليها من أجل إنجاح قرار أو تعليمات الرئيس عبد المجد تبون حتى نصل لهذه المعطيات الرئيس قال أن السنة الماضية بلغنا مستوى الخمس ملايير دولار صادرات خارج المحروقات كيف يمكن أن نبلغ هذا العدد المنوط به الذي أمر به الرئيس عبد المجد تبون ويتعلق الأمر بسبع ملايير دولار صادرات خارج المحروقات أكيد قبل الخوض في هذا الموضوع يجب علينا وضع تقريبا كل شيء في سياقه من محاسن الصدف أو من حسن حدنا أن الأسعار النفط عودت ارتفعت وبلغت مستوى تقياسية التي تقريبا في سنوات مضت كنا نظن أن الأسعار النفط أو الغاز لن تصل مجددا لمستويات البحبوحة المالية لذلك هذا الشيء خلل جزائر أو أعطاها أرياحية مالية أحسن من السابق حتى تمشي في طموحها اللي هو بناء اقتصاد حقيقي متنوع خلق للثروة خلق للمؤسسات المنتجة يكون فيه إنتاج حقيقي داخلي تكون فيه انفتاح على العالم الخارجي أو الأسواق الخارجية أيضا يعني الرفع من المستوى تقريبا التنفسي للمنتج الجزائري باش تقدر يعني تلقى له أسواق أو يعني مشتريين في الأسواق الدولية الذهاب أيضا إلى تصدير أو رفع من نسبة المداخيل خارج القطاع المحروقات لتقريبا هذا هو التحدي الحقيقي اللي لازم علينا نعمل عليه تقريبا في المستقبل أو في السنوات القليلة القادمة لذلك هذه الأرياحية اللي خلت أيضا أنه نحافظ على تقريبا كتير من الأشياء بينها الطابع الاجتماعي للدولة الدعم يعني الطبقات الهشة أو الطبقات يعني الفقيرة تحسين ممكن الأجور تحسين أو الرفع من قيمة الدينار حتى يعني تكون فيه يعني حتى ندعم النمو الداخلي وندعم أيضا الاستهلاك الداخلي حتى يمكن يعني الناتج المحلي يزيد يعني بالمقارنة مع السنوات الماضية لذلك يعني الآن الحديث عن الصديرات أو صحيح يعني من الجيد تصطير أهداف يعني تكون قابلة للتحقيق وقابلة للقياس أيضا وتكون عندنا يعني هذا التحفيز للمنتجين المحليين أو للمستثمر المحلي أنه يمشي للإنتاج ويمشي أيضا لتصدير بمضاعفة يعني استثماراتها أو بخلق مناصب شغل جديدة أو بالرفع من الجباية المحلية لذلك يعني القول بأنه تقريبا في سنة 2021 وصلنا لهذا الهدف اللي كان خمسة ملايير دولار في سنة 2022 تم رفع تحدي جديد اللي هو سبعة ملايير دولار يعني تقريبا نشوف المواد من تقريبا كالحديد أو كالمشتقات النفطية اللي هي الحصان الرابح للجزائر اللي تعطي هذا الدفع المعنوية لهذه الأرقام السنوات المقبلة يعني خصوصا سنة 2023 تقريبا باستكمال كل الإصلاحات إصلاح الأدوات الاقتصادية من قانون الاستثمار لخرجة النصوص التنظيمية الأسبوع الماضي والآن تنتظر تقريبا حيث تنتظر التنفيذ باستحداث كل هذه الهيئات المؤطرة للاستثمار أيضا بالإصلاحات الكبرى أيضا لتمثل أدوات الاقتصادية من بينها يعني القوانين قانون القرد والنقد يعني ليعطي نفس جديد ودماء جديدة في شريان يعني النظام المالي الجزائري اللي تقريبا يعتبر هو عماد الاقتصاد في الاقتصاد الحديث وليمكن أيضا حتى من استقطاب أو يمكن من تأطير الأموال ممكن أو الاستثمارات التي ستتدفق من الخارج استثمارات أجنبية بفعل جاذبية أو بفعل يعني تحسين مناخ الاستثمار الجزائري لذلك يعني تقريبا هذو هما العوامل اللي لازم علينا نعمل عليهم أكثر بأكثر جدية وبأكثر حزم في سنة 2023 يعني بتسهيلات يعني لخلق مؤسسات جديدة حتى يكون عندنا وفرة في المنتوجات أيضا يجب التنويه أنه أنه تقريبا يعني التعامل أيضا يعني ممكن أنه شفنا الخوف من التسيير أو الخوف من الفعل الإداري خلق تقريبا عمل بطء في وطيرة يعني دخول استثمارات كثيرة حيث يعني الاستغلال أيضا يعني التعامل مع الاستيراد يعني تقريبا كموضوع حساس جدا الخصوصا شفنا في السنة الحالية أو سنة 2022 يعني كان فيه كان فيه يعني جد كان فيه صعوبة أو كان فيه يعني تقريبا منع للاستيراد لكثير من المنتجات أو في بطء في الاستيراد لكن يجب التنويه أنه الاستيراد تقريبا هو داخل في العملية الانتاجية لما نتكلم عن ممكن منتجات يعني كنا في السابق نستوردوها هذا شيء إيجابي جد إيجابي أنه نمنع يعني منتجات في متناول المنتج المحلي لما تطلبش تكنولوجيا عالية أو ما تطلبش يعني خبرات أو معارف يعني كبيرة لذلك يعني الحد من هذه الأشياء شفنا الكثير من المنتجات الوطنية تصدهر يعني وشفنا كثير من المنتجات يعني تملأ الرفوف تقريبا في كل المجالات لكن في المقابل يعني منع استيراد يعني لتقريبا هي العصب الرئيسي في إطلاق أي مشروع هذا شيء يجب أن نتعامل معه بحد خصوصا في في السناء المقبلة أو خصوصا يعني في في الأشهر القليلة القادمة لذلك يعني كثير من المواضع الاقتصادية ممكن أنه النية مليحة لكن في كثير من الأحيان تخلي أنه تخلق هذا الجمود أو تخلق من تباطئ الحركية التجارية والاقتصادية في دولة ما نتحدث الآن مهمة جدا لو جزال فقط في 30 ثانية والدقيقة فقط سيد حمزة بغادي نتحدث عن ما أشار إليه الرئيس عبد المجيد طبون بصريح العبارة أشار إلى أنه من العيب أن نستمر في استيراد الحبوب وأنه حتى فيه رؤساء دول التقى بهم رئيس عبد المجيد طبون وقال أنه كيف لي جزالة كانت فيه من الأيام تصدر الحبوب لدول عديدة أصبحت الآن مستمر في عملية استيراد الحبوب الآن نتحدث عن كيف يمكن أو أي ميكانيزمات واجب على الجزائر تصديرها لوقف عملية استيراد الحبوب من خلال ضمان الاكتفاء الذاتي في هذه العملية أكيد الجزائر تقريبا لما نتكلم عن المقومات في القطاع الفلاحي مقومات جد كبيرة لأنه تقريبا الجزائر تصنف مع عشر أكبر دول في العالم من حيث المساحة أيضا المساحة التي قادرت تدخل حيث الاستغلال في الميدان الفلاحي مساحة كبيرة أكثر من 8 ملايين هكتار بالإضافة إلى الأراضي الممكن استصلاحها بالإضافة أيضا إلى الرفع من مردودية الهكتار في الأراضي حيث التشغيل لذلك الذهاب إلى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الاعتماد أيضا على المعاهد الفلاحية الممكن أنها توظف العلم في زيادة من المردودية من مردودية الإنتاج الوطني أيضا الذهاب إلى تشجيع الإنشاءات الكبرى في المجال يعني الاستوكاج أو التخزين أو النقل يعني ما بين تقريبا كل الولايات أو يعني شفنا كمين المشاريع لتخزين الحبوب لدخلة الاستغلال في السنة الماضية كان فيه في وقت قريب الفلاحين لا يلقوش يعني وينحطوا يعني الغلة التحهم لذلك يعني هذا المشاريع اللي ممكن أنها في ضغف سنتين في زيادة ممكن في هذه السنة يعني بالمقارنة بعض السنوات الماضية زيادة معتبرة في الإنتاج المحلي ممكن حتى ندير هدف تلت سنوات أربع سنوات ممكن أن نوصله حتى إلى سبع ملايين يعني طن من من إنتاج تقريبا الحبوب لذلك يعني أيضا استصلاح المشاريع الخاصة باستصلاح منظومة المياه أو المنظومة منظومة الري لتقريبا الآن نحن أمام واقع أنه فيه شح أمطار فيه تغير مناخي يعني لازم علينا أن نمشي إلى تحرية المياه البعض استغلال المياه الجوفية يعني بطرق أكتر عقلانية كان كثير من الأشياء يجيب علينا القيام بها في هذا الوقت القريب جميل تستهل نقاش بالكامل هذه النقطة سيد حمزة أبوغادي أمر إليك سيدة فريدة عبري بن عيشة التركيز على التفرق بين الخطأ الإداري وجرائم الفساد بالنسبة للولاة ينبغي أن يتجسد في نصوص تشريعية أليس كذلك في عجلة من فضلك سيدة فريدة عبري صراحة حتى ربما يكون هناك تمييز واضح وفصل واضح بينما يعتبر جريمة فساد وبينما يعتبر خطأ في التسيير لا بد من نص قانوني صريح لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص هذا هو مبدأ المشروعية لنعرفه كلنا الحقوقيين وبالتالي على المشرع الجزائري وبالتحديد على السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان الذي افتخر به بالأمس السيدة رئيس الجمهورية حينما قال علينا أن نفتخر بكوننا لدينا برلمان نخبوي واكبة الجزائر في مسارها الحديثة على البرلمان اليوم أن يأتي بمشروع قانون هذا القانون عليه أن يفصل بشكل جدي وأكثر مصداقيا بينما يعتبر جريمة فساد وبينما يعتبر سوء للتسيير حتى لا نقع في مغبة ربما أنه كل خطأ في التسيير يعتبر سوء تسيير وبتاري لا يفلت المسؤولون من العقاب ولا نضحي بالمسؤولين كما حدث في سنوات المضت حينما كان المسؤول يرتكب ربما أي خطأ يوصى بأنه خطأ في التسيير فيقع في مغبة المسائلات الجزائية التي تقوده خلف القضبان والتي خسرنا ما خسرنا من مسؤولنا وبالتالي ربما من خلالكم دائما أنا أدعو كحقوقيا إلى ضرورة الإسراع في استحداث قانون يحمي المسؤول الجزائري هذا القانون الذي نوها بالسيدة رئيس الجمهورية بالأمس والذي ربما سوف يضع القاطرة القضائية الجزائرية على السكة الصحيحة نحو مزيد من استراتيجية الفعالة نحو مكافحة الفساد أستاذ ويسام شكرا لك جزيلا شكر السيدة فايد عبدالي بن عيشة كنت ضيفة الظهيرة لمناقشة كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة والولاة في كلمته والشق القانوني شكرا لك جزيلا شكر السيدة حمزة بوغادي كنت ضيفة الظهيرة لمناقشة كلمة رئيس عبد المجيد تبون في شقها الاقتصادي شكرا لك جزيلا شكر حالا فشكرا لك